بريف تالكلخ استهدفت مجموعة ارهابية مسلحة خزانات الوقود التابعة لشركة الغاز بقذائف هون ما ادى لاندلاع النيران في احد الخزانات وقد تمكنت وحدات الدفاع الوطنية بالتعاون مع وحدات جيشنا الباسل من اخماد الحريق الذي اسفر عن اضرار مادية كبيرة مجموعات ارهابية مسلحة تابعة لجبهة النصرى والقاعدة قامت مساء امس باستهداف خزانات الوقود التابعة لشركة الغاز غربي قرية الزارة بتالكلخ ما ادى لاندلاع النيران في احد الخزانات حيث سارعت وحدة من الدفاع المدني لاخماد الحريق بالرغم من تعرض سيارات الاطفاء لمحاولات القنص المستمرة من مزارع الزارة لكنهم في النهاية تمكنوا من السيطرة على النيران واطفائها 13-7-2013 تعرضت المحطة الهجوم من قبل المسلحين وتم استهداف رقم الخزان 1003 الممتلئ بكمية حوالي 700 متر مكعب من المازوط تم استهدافه بقزيفتين هاوين وبناء عليه تم اشعال الخزان وطلب مساعدة من افواج الاطفاء في حمص وطرطوس وتمت المؤازرة تم التسيطر على الحريق بحدود الساعة الثانية عشر ليلا وقامت وحدات من الجيش العربي السوري بتطويق المنشأة والتصدي لمحاولات المجموعات الارهابية المسلحة تسلل الى المنطقة وردتهم على اعقابهم ادى اطلاق قزيف هون من منطقة الزارة قرية الزارة باتجاه محطة الغاز بمنطقة الزارة ادى الى اشتعال الخزان من الوقوت ونحن كعناصر جيش قمنا بحصار المنطقة من عدم وجود رهابي حتى اتت عناصر الاطفاء واطفت الحريق وادى الحريق الى خسائر مادية ونحن كعناصر جيش لن نسمح في هذا العمل من جديد وسنحمي اي موشأة تابعة للجيش العربي السوري والدولة السورية قامت مجموعة مسلحة من جفة النصرة بالاعتداء على محطة الوقود وقامت الجيش العربي السوري وعناصر حماية المحطة بالتصدي الى هذه المجموعات وقامت المجموعات بضرب قزائف من الهاون مما ادى الى اصابة احد الخزانات الوقود سيبقى الجيش العربي السوري الحصن المنيع لحماية الوطن وحماية منشآته الاقتصادية على كل التراب السوري